حديث المرجعية عادة ما يحمل مؤشرات لافتة وتحديداً أسبوع بعد أسبوع منذ بداية التظاهرات إلى اليوم أسبوع تلو الأسبوع تكاد تسمي الأشياء بأسمائها وتضع المسئولية واضح أنها دائماً كانت تضع المسئولية على السلطة بالمقابل السلطة تماماً وهنا سنعود إلى ذلك أيضاً السلطة هو عام اليوم في العراق الرسمية ممثلة بالحكومة وغير الرسمية وهي الأكثر تأثيراً المجموعات المسلحة الخارجة على القانون الأثنان يشتركان في القول أنهما يصيخان السم لحديث المرجعية ويحترمانه ويلتزمان به ولكن واضح أنه هذا الكلام يعني للأسف أستخدم هذا التعبير أن هذا الكلام سواء من القوتين أو من السلطتين كلام كاذب ما تعليقك؟ نعم حقيقة اسمح لي قبل كل شيء أشكرك على هذه الاستضافة أولاً وأثني على ما تفضلت به يعني بتقديمي للمشاهدين الكرام وأنا أشكرك وأنت صديقي وزميري في رحلة عمرها 30 سنة رحلة القلم والكلمة والتشرد أيضاً شكراً وبالأخير تنتصر الكلمة بالتأكيد بدلالة نحن نجلس سوية لنحلل ونفكر ونعطي الرأي العام أفكار وأراء قد تنطوي على النقد لكنها بالضرورة وبالتأكيد هي أفكار وطنية وهي استمرار في الرسالة بإصال كلمة صادقة للناس سؤالك هذا في غاية الأهمية فعلاً المرجعية وخلال السنتين الأخيرتين كانت توجه بالنصح مرة وبالنقد مرة أخرى في السنوات أو في الأشهر الستة الأخيرة كانت تتحدث بصراحة عن الفاسدين وأهمية مكافحة الفساد في الثلاثة شهور الأخيرة صار الكلام يرتبط بالدم العراقي بساحات التظاهر بمطالب الشعب فكان اللغة صريحة فصيحة لا تلميح ولا ترميز تتحدث بالاسم تسمي المتظاهرين بأبنائها وأحبائها تطالب الحكومة بالبحث عن الجنات تسأل عن سبب عدم تنفيذ المطالب تدعوهم بالبداية إلى تنفيذ مطالب كونها مطالب شرعية ومطالب مستحقة وهذه حقوق الجميع تعهد بتنفيذها قبل الانتخابات أي قبل عاما ونيف من هذا الوقت لهذا هي تجد فعلا أن هذه الجهات الحكومية والحزبية والميليشياوية كما تفضلت تؤيد هي مؤيدة للمرجعية لكنها تشتغل بخلاف ذلك تماما لا تجد احترام لمطالب الناس لا تجد حملات لمكافحة الفساد لا تجد تشريعات تليق ببلد يعاني النكبة والنكبة مدن بالكاملة اليوم تعاني من الأمراض ومن الأزمات وهذا الكلام صار مكرر وممل حقيقة لكن وقع الحال أن السلطات الموجودة سلطات تعيش حالي من التصارع فيما بينها للحصول على المزيد من المال والنفوذ دون اكتراف للمرجعية في الخطبة الأخيرة حددت حتى الدور الوطني للمواطن العراقي للفرد لساحات تظاهر للقوات السياسية من أن لا دور للغرباء في قيادة البدوة هذا تصريح صريح وعلني من أن الغرباء هم الذين يحكمونه من هم الغرباء؟ هذه هي الطبقات الموجودة الآن التي تؤتمر بأوامر خارجية ولتنفذ أجندات خارجية ولا تنتبه إلى أي شيء يعني الوطن والمواطن العراقي لهذا هي تطالب بسيادة العراقي حقيقة أشكرك أستاذ فلاح أنت قدمت لي وللجمهور الكريم أكيد معادلة طرفاها ما يلي وطن مسلوب الإرادة كما تذهب للمرجعية الدينية الموقرة ومواطن سلمي بمقابل قوة مدججة بالسلاح كيف تستقيم الأشياء التي تناشد بها المرجعية لجهد أن يقوى الوطن وأن تستمد الحكومة كما تقول المرجعية من إرادة الشعب كيف لهذا الطرف وهو ضعيف أن يواجه الطرف الثاني وهو قوي نعم هذا هو السؤال الحقيقة التي تفضلت به يعني أنا أيضا في وقت سابق طرحته ويعني أتفق معنا العديد من المراقبين والنقاد والمعنيين بالساحة السياسية نعم مواجهة قاسية وظالمة بالضبط غير عادلة بالضبط هي المرجعية تتفق على هذا التشكيص الذي تفضلت به حضرتك لكن أنا أقول الحقيقة لدى المرجعية أوراق متعددة أن تتحدث فيها وصلت إلى نقطة عالية جدا في تحفيز الشارع وفي تعبئة الرأي العام وفي تحديد من هو عدو شعب بهالصراحة هذه الغريب لا يشتغل للوطن بالتأكيد يشتغل للبلد القادم منه أو لمثله مثل أجندته فمن هنا حقيقة أنا أعتقد في وقت اللاحق سيكون هناك إجراء ساند لساحات التظاهر السلمية من قبل المرجعي وهي مساندة إلى الآن مساندة وبقوة هي مساندة حتى ماديا يعني حينما تدفع بوجبات الغداء حينما تدفع بمحطات تحلية المياه للمتباهرين نتذكر جيدا سالفلاح تتذكر تقرير الحكومة عن موجة العنف الدموي الوحشي الذي مورسه بحق المتباهرين سلميين لم تسخر فقط المرجعية منه وإنما اعتبرته ناقصا فاقدا للشرعية لا مصداقية له وطلبت منه الحكومة علنا بأن لا تتوقف فقط عن إطلاق النار على المتظاهرين بل تحاصل وإنما تحاصل نعم المسؤولين عن هذا القتل هو كما يعني حقيقة ذكرت يعني أنا أعتقد لدى المرجعية أدوات عديدة يعني بافتراض لو أن المرجعية استنجدت بالعشائر وبسلاح العشائر لما تبقى لحكومة ولا ميليشيات ولا أي شيء وهي المرجعية لا تريد أن تصل إلى هذه النقطة يعني لا تريد أن تبلغ هذه النقطة من التحدي لأنها بالنتيجة يعني مؤسسة وعضية مؤسسة إصلاحية مؤسسة يعني مؤسسة توعي بالفقه الإسلامي الحقيقي يعني في هذه الخطبة الأخيرة تحديدا يعني مؤشر مهم في غاية الأهمية وهي تكريس المشروع السياسي للمواطنة يعني هذه لأول مرة تبلغ هذا المستوى خطاب خطاب مواطنة بالكامل بمعنى آخر هي تحركت بفقه إسلاموي جديد لفصل ما يسمى بالتبعية الدينية وإنما التبعية المواطنية هذا هو المهم والأساسي فيما تفضلت به المرجعية من أن الوطن يحكمه أبناءه وليس الغرباء الغرباء معك يتمثلون بالدين والمذهب والطائفة لكنها ترفض وتكرس القضية لأبناء الوطن هذا موضوع جديد حقيقة وأنا أعتقد هذه انعطفها أيضا بالفقه الشيعي يعني الفقه الشيعي يعني الإسلاموي أو الإسلامي هذا مهم سفلاح حقيقة وحتى تساؤلك عن حاجتي إلى أن يتحول إلى حقائق على الأرض ووقاع فاعل ذلك أن بين قوسين المؤتمرين بأوامر الغرباء مسلحون نعم ومن يواجهه يقتلوه نعم قتلوا المئات وجرحوا عشرات الآلاف نعم وبإمكانهم أن يعملوا مجازر أكبر نعم واضح أن الحكومة مختطفة مستسلمة لهذا غير قادرة على وقف هذه القوى ما الذي ما الذي يحصن المواطن ما الذي يحفظ له دمه أولا قبل كرامته المهدورة من سنوات هو ليس كرامة المهدورة ليس المتظاهرين فقط أنا معموم الشعب العراقي أنا أقصد مواطن بالضبط أنا أعتقد هذا الخطاب أيضا يعني عودة الخطاب المرجعية هو بدورة موجه إلى المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وأنا على ثقة يعني وعلى يقين أن العديد من كبار رجالات الجيش والأمن والشرطة وبعض وزارات الدولة يزغون إلى نداءات المرجعية أكثر ما يزغون إلى نداءات السلطة يعني أو أوامر السلطة وأنا أعتقد هذا الكلام كان موجه يعني بقدر ما موجه للقوة السياسية موجه للمؤسسة الأمنية والأسكرية من أن تلتزم ساحات التظاهر وأن تلتزم رصيف الشعب يعني وليس رصيف الفساد المتمثل بالحكومة ووقية السلطات سؤال أخير في هذا الجزء سيد رئيس الوزراء عادل عبد المهلي نعم حين قدم طلب استقالته كتب في دباجته أو استقتبسه من الآية الكريمة أؤمر يا أبتي في إشارة طبعا هنا استعارة المرجعية بوصفها أنها أمرت باستقالته بين قوسي هذا لم يحصل فعليا الآن الرجل هو الحاكم الفعلي للبلاد ويقال أنه اليوم منذ فترة يبدأ التحشيد لإعادة انتخابه ما قيمة الرسالة الأولى نعم نعم يا أبتي أين أصبح أبتي نعم هو استعار حقيقة هذا النص القرآني الشريف ستجد لي مطيعا ما أمرته يعني دبيح إسماعيل هو حاول يعطيها بقى الطهراني من أني أمتثل لخطاب المرجعية ومن أني أنا الضحية في هذا الأمور وأني ممتثل لأوامركم يعني حقيقة طالبت صراحة بإيقالته والبحث طالبة البرلمان في حينها أن تبحث عن بديل مناسب ولا أكثر نحن فقط للتوضيح نحن لا نقصد هنا من حق الرجل أن يبحث الأمر سياسيا ولا أنا أقصد لا نحق نناقش خطاب المرجعية نعم كثيرا ممن يقولون أنهم يطيعون المرجعية ويأقضون بنظر الاعتبار ما تقول فعليا لا يفعل يا عزيزي يا سيدي عادل عبد المهدي مشترك بجريمة القتل لهذه المئات وجرح الآلاف وضياع العشرات واعتقال الآلاف الرجل يبدو ضعيف هو مسؤولية التاريخية لماذا يتبوأ هكذا موقع ولماذا يبحث عن عودة لهذا الموقع اللي لا يستطيع أن يملأه لا يستطيع أن يصدر أمر وينفذ له الأمر رجل ضعيف رجل خارج حسابات دورة سياسية أصلا لا يمكن إعطاؤه فرصة أخرى ولا يمكن إعطاءه فرصة أخرى مشاركة بالجريمة وتكريس للجريمة حقيقة عادل عبد المهدي نحن كنا نكتبله بالمباشر أنا كنت أبعت له رسائب بالمباشر أنا شخصيا من أنه استقيل لأنه القضية أكبر منك المؤسسة القرار الأمني ليس بيد الحكومة وليس بيد الدولة وحيال استاذ فلاح حيال هذه يعني الأوساط السياسية المتكالبة إن شاء المتحالفة على الوضع الحالي ومن هو القادر على الخروج بالبلاد من الأزمة هو شوف هي 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 مو أزمة أشخاص الآن أزمة عملية سياسية أزمة نظام حتى هو الرجل بس ضبط أزمة نظام هذا نظام تحدث أنه أزمة نظام نعم وهذا النظام وصل إلى انغلاق وانسداد تام بالأفق السياسي طالما إن الشعب العراقي وأنا أجد حقيقة إن شخصية إن ساحات التظاهر هي الممثل الحقيقي والمعبر الحقيقة عن شرعية المسائلة الشعبية العامة والشعب العراقي متضامن معهم أنا أتصل حينما تستباح مدينة الحبوبي ساحة الحبوبي عفوا في مدينة الناصرية أتصل بالناصرية يقولون يطلعوا كل أهالي الناصرية لحماية الساحة هذا موقف هذه رسالة صريحة من أن هؤلاء يمثلون صوتنا أنا أعتقد يعني هي الأزمة أزمة عملية سياسية أثفتت فشلها وموتها السريري